تعاو الاشتاعي هاي النفية شوفك في رأس تعالوا أشوفكم الأفراق مع الكوكتيل عايشات ميتات والله يا ولد هاي شمريحة فطيسة هاي النفية لزمنا السلام عليكم حياكم الله حبايب القلب في فيديو جديد أو حلقة جديدة حابة رحبكم وقالكم شكراً أخواني جدد بالقناة اللي توكم اشتركتوا أشرف بكم والقديمين الفضل الأكبر لكم جزاكم الله خير الجزاء والقناة بدأت تتعيد نشاطها الحمد لله والشكر فحلقة جديدة من هاي اللي تتمنونها ان شاء الله نفتديها بالصلاة على محمد والو محمد ومليانة أحداث تقل لك اشتركوا فعل زر الجرس حتى يوصل كل جديد وتفضلوا من قوردون بلو أشوفهم واحد يفلل الثاني دائماً يعني يحسوا متواب فيهم طبعاً أنا طلعتهم من كين 300 طير طلعتهم حسب يعني عظم الصدر يعني ما شاء الله ممر مين ومر مين من الشمين فالطير صحة حلو هل جبتهم قباطي هو هاي لولو شوفوها اخوان البق من قرص ما مات لنظافرة مثل هاد الفعل استوه هنا راح الفعل هاد ورم رجلية طاحة نظافرة هاي ورم رجلية مرتين ما طاحن نظافرها فهذا اكبر دليل على كلامي انه هذا الشويب هو شويب شوفو شوفوه اساس صار قوي هو يسعد فوق وطيران صار حلو اعتقد بحياته ما طائر بنحمية اسا يالله نفتح لالباب وراح يبقى دامل بنحمية واذا حصل الذكر قبع اتجيب عندنا اخوان اللولول نشكوا حركة هنا للاولادهم البجمة الاولى اللي صار اخوان هانا عفيت انخلط شوفو الاسا هاي خنفوسيه تعايا سادي تصوير مجاية الطيني شوفو سيطلع لكم واحدة ما اقول هاي شوفوا ساي هاي الحمرة هاي 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 ما اقول جناحة وظهرها تشكل واحدة حمرة ما اقلين جناحة وظهرها هاي ما اقول اخواني اكل هاي هاي الشمبارة هاي شوفوه الشمبارة مو هينة دوم مو هينة طلات قويات خرب يوم هنعدانا قد خلنا خلينا خلط شيصير بالله شوفو اسا هذنى مدمورات خطير هاي وهاي هذنى من تحياك مادري بايضا بعد لا ما معرف يعني استوني شوفتها شوف الان كاذتها تاكل بها شوفو اسا هاي تضالة هاي ما اقولها ضالة بس راس فما يصير لازم كل جيل الواحد شوفوه ما عاطي شمسون بهم فلك بس راح عزلين كرهن وشمبارة هذا بما يخص الشمبارة بعد نصف ساعة من العناء هاي الكمية طلعتها طبعا انتم راح يوضح عندكم بس يكل شوائي شرانق جاي يتحولا واكو خنافس اول مشكلة كوبيات قديم ان الموايات الاوليات اكو جواب فقس بس بعد انا عم صغير لازم يراد لي بعد جرارات الموهم يا شباب هاي تجربة وياكم لازم كل شي سير بوحدة لانه شقصة منتضحها يشوف شوف هذين كل الميتات خنافس بسبب هذا الشمبار يكذن يأكلهم شوفوا هاي بعدها ما متحولهم ميتة الموهم صار عندي واي هانا حتى فوق بعد ادي علبة الثانية ضروري اجيب جرارات المن قاعد ربيهن هرد اعود عليهم طيور ياولد اصوي كمية كبيرة وبدأطيهم للطيور الكمية القوية مثل ما جايشوفون بهذه الاطار طبعا والعمر اكو صايرة خنافس وميتة طبعا انا اقلونا هذا الشمبارة يكتل الخنافس ويكتل هاي الشرنقة اللي هي الساكنة بعد ما تتحرك والعمار هنانا موسوا اخوان متفاوتة وهذا الخطاء الشبير المفروض هو كلت 15 يوم او 10 ايام تنقل الموية بغير مكان حتى يطرعون جيل جديد بنفس العمر هذا خطأ طبعا من عندي بس يا الله اخوان نتعلن طبعا هذا جاي حطرهم الكشور والكشور الموز والموتيتة يوم موتيت يوم والشور الموز وش مبارح صبحكم الله بالخير جمعة مباركة كانت عليكم ان شاء الله مثل ما جايش شاهدون كهرباء طافية والوضعية في طي الساعة بدعش تقريبا اللي يمكن عبرنا درجة الحرارة الهربعين منطيتهم عرنوس أول مرة بحياته فناديسة عرنوس وشوف ان يأكلين به استوادي خلط طارن فالله سنشوف انه ورجع نفسه ايها سبحان الله مرة بحياته عبال ما يقدر نحك ذلك ما نقدم عليه من وقية خايفين يجون دولان بله دولان نزل عليهم نسمة بالنسبة للفاخت المشجر الفاختات رجعتن هناك شباب لأن هنا قطعة قطعة كافرة سبقين هناك والحشا شمالة الموجودة هناك والذي طلع منهن هناك شمره حاليا نعدي زوج هنا المشجر لكن لا أعرف نذية من الفحل هذا التك نشوف كم يوم من قريب وهذا التك الثاني بعد يصفي واخيرا أبراس هال يوم جوا ثلاث بيضة اربع بيضات يمكن اثنين ما شادات من النثية المات في حالها اللي هي أقدم نثية عندي شوفوا لي المشهد الجميل هذا الميكسات والفاخت الملكي شون انتفقت هاي صبت سبحان الله على العموم يا شباب الحمدلله وشكر الأجواع بالمحمية كلش حلوة بصراحة سالفة الانتاج لأن الجو حلو المبردة المتسلق ودني السعف واحتمال بعد اضيف عليه انتور المشي الأمور كلش حلوة اليوم ما صورت لكم خليت على الماء ليمونة عصرتها وهذا كرافوس والحمدلله بشكر الأمور طيبة يا شبابنا بقوة الله وسمبل سألهم تحية سنبل فاكس ماجي لين وراء تصوير بسم الله ما شاء الله كلها مع ضوضة بس يعني كبداية بداية بداية باقتها وضوقتها وخليتها يم بعدها يستكشف سبحان الله لا يقبل بطبيعتها بعدها يقبل بطبيعتها مكان ينتجه كل شي يلقى و يلقى و يلقط به ربما يأكمل هبك يأكله لأنه مجوعة لقطه و كله مضبور ارتقال ممتعوا دين يعليه بصراحة يذوقون به أحد مثلا الكناري يأكل فنجيز يجوز يذوقون بعدين لا 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 ليش شاسرت كبير شعجيب ليش غريب نظره كم سائل جزاقة زينة نعم رياح مزقوق يلا بسم الله اللهم صلي على محمد و آل محمد صبحكم الله الخير حواي بالقلب مثل ما جاي الشاهدون يعني الجو كلش حلو أمس الله شوية نزلت شوية يعني قبل يوم تحت راق و مصهار الحلال مستقر الحمد لله و شكر مثل ما جاي الشاهدون و نداري يعني قاعد للصباح الطي مية جديدة مرتبة اليوم بطيتها محنطة بس بس الحنطة كلش نقعتها بقوة هذا البرتقال والرقي ممكن ما مصر لكم بس هم بطيتها هم بس ما اكلوا البرتقال يأكل رقي موم تعودين يأكلون و هذول الحلويات بسم الله و ما شاء الله الكل جاي يأكل حنطة حنوت أحناط يا شبابنا الطيبة و هاتش قاضين هوا يا هم يعني اسويف خلف بله هاذا البنجالي كرشي يسحك شي تقدم ليس حق حنطة حتى حصوا يا كل و هذول عليهم فراغ صديقة انا ما شايف فراغهم شخب عارة فراغهم هم غالطة تأكل البنج و ولا ما شايفهم يلا نشوفها بمرحلة ما مراحل هذا الفيديو رقيكم شنو متغير بالمحمية حسب وجات نظركم يلا راح نطيكم خمس ثواني شنو متغير بالمحمية خلصت الخمس ثواني كنست المحمية يا شباب تعرفون من حرثتها بعد مات الكنيس فشهرين تقريبا ما كان أستحب صراحة راح الحارث لسبب الدوس مالي هاي تعليقي اللي يقولون لي ازرع ما يقدر ازرع مثل ما جاي الشاهدون كلها انحرثت وكلها رجعت انداست لانه هنا 24 ساعة ادوس عليها في تربية بس اريد ازرع بالاطراف بس خليعي احتذي للجو ان شاء الله على شهر التاسع او العاشر ابدى ازرع اشجار والدار محمية بقوة الله بس انا رأيكم بالنظافة والشكل الجديد نيولوك نيولوك مضبوط لونكم حياكم الله بالنسبة للعشاش واللي يقولون لي محميتك حارة و ادخل لعشاش والمونتاج موزي عليه يا ولد يعني انا اعرف الطيور الصراحة الجو كلش حلو الطيور ما حاسة انه جو صيف وشغلة ثانية ما اعزل اذا ما اطلع لي اقل شيء تلات الزواج الموسم الجاي فوق الطيور طبعا حاليا عندي تقريبا من 11 زوج و ان شاء الله الله يزيد نيولوك اخوك هذي الهافوراج ماخذنا غير نتيه لا لا هاي خيانة للي تريكم مدينة طلعتهم شوفوا يا ولد هذا هو و هاي نثية يمي اغسيانة يهي واجهة يميشط يهي يا خاين لوك 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 يا نثية هاي ان شاء الله ركس عليها بالله النثية انتاج بداية هذا الموسم بسم الله ما شاء الله النثية حجم قوي بس هي بلاكي برست يالله نشوفوا انتوصلوا ليهوا نحجله باسمي من اول بداية الموسم قبل ان تجينا المشاكل يا ولد اللي متابعين اول باول يذكرون بداية الموسم بداية كل شانت حلو و كلش كلش يعني هنا هو الاشي نذكر به الماشد و دبوين ما اعرف ايش و بعدين بلشنا المشاكل هاي في موضوعنا يا شباب الانتاج ان شاء الله مستمر منها قلت لكم الشهر السابع الشهر السابع اقرر به اذا درست الحرارة عبرت علي ما قدرت تسيطر عليها راح اشير العشاش اما اذا درست الحرارة جينة مثل هاي موجودة حاليا عندي لا مستمر بالعشاش لانه انتم تعرفون الموسم الطيور ما تعبز بي الطيور التمرض مات مات والمات مارض مازخ فالطيور ما تعباني لذلك اقتضى التنوية الجوع عندي كلش هلو تعالوا اشوفكم الافراق مال كوكتيل عايشات ميتات والله يولد جايش مريحة فطيسة جايش مريحة فطيسة و شاكب هذي الالفي نويت فتعالوا خلي نشوف و ياكب بلش بهذه الشكريات و الأكوان نتيتك تطلع عم تطلع بهالف حل يلا 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 هذا فرج بسم الله الجيف هنا واحد ميت هنا هناك بسم الله لا ذو الاثنين هم عايشين صلوات على النبي و صايرين ش كبار ما شاء الله ما شاء الله يا أمو في دول المنقير والله عوسم تنظيف هاملة مهملة بوع الطين صاير ش كبرا ضرق يا مطين شف داك يا بسم الله صلوات على النبي محمد و آل محمد يا أولد صلوا على النبي بنية انه يحفظ لياه مبارك لبيني انتعرفوا نفسية تعبانة فول ألف تعبانة خلنا نظفرهم بعدياً طبعاً هاي الريحة من الظروض لون هذا بسم الله نشوفه كنت عايش مين يوم فجوة لله صلوات على النبي اللهم صل على محمد و آل محمد يا أخي يدخل السرور على القلب أي واللهم عوزة تنظيف سود علي أسف 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 هاي الأبيض هاللالبينيو يا أخي سبحان الله والله صديقي تدخل السرور بقلبي من أشوف أن داعت هذا يا أبو المخضر يا أولد ثم محلفين نمالكم على يمين أبدا نفسية تعبانة كلش بس هاي الشغلات نشوفها لا تتأمل خير تقول يا الله يا رب الحمد الله و شكراً يفرج يعني وشي يفرح فنروح نضف لهم واضغط لايك هذا لايك لا تبخل علي بي اضغط لايك يعني يعني انت ليش معانك ياخي شوفوا لي اللمة السماء يا يابي شايفاي القاعدة مع الخوات اللي بسطين بالعشيرة دقغي كلها تمس باسيابي اتفضل يلا هذول ثلاثة هم راقدات طبعا الفحل عبرته هناك وهي نثيها اعبره ورح خليهم ثلاثة قافات اهد تقوم تفتس اشيلها هي والافراق مالثة وخليها بكارتون ان شاء الله جاهزينه بكارتون ويبقى انذرنا ثنين راقدات على البيض اللي مايفقس تعرفون انت موكل اسوأ البيض هاي الفكرة خلنا عبر هاي نثيها مويفتحة واذا لاقي انذا لاقي صاروا شباب بعد وهاي النثية اللي زمنها سبحان الله صاير طبق الاصل مثل امها اللي هي هاي اول نثية هاي شوفوا هي هاي اصل مال محمية كلها مال السمان اللي عندي الطائرة ذا تذكرون لجتنا هدية من حيدر تحياتي الحيدر هس هاي النثية اخوان جاي تبيض جاي تبيض وحاملة بيض وهاي البيضة المهم مقرج متوسع وهاي هاي البيضة جاي تلمسها ما شوفونا الطائرة لا تقاوم لا شي لو ما بيضة بها شاسها رفستنا رفسه وشمرتنا بسه ويعني الحمد لله وشكر صحتك اللي شهلو هام سوفو مع انه انا اخوان هامل نهملة بالتغذية والله العظيم ما كويش اروح لبو المخضر نشتري ونودي اهلاق حاليا نشوفكم الطيور اللي جازق بيهم تعا 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 اي هاي النتيه شوفو كفرات بسم الله ما شاء الله صارت امرأ لا لا يمكن هذا شنو هذا الريش فاون هذا لو صبغة مالفحل لا لا فاون هذا ما يطلح ترنا اورنج يا اي هاي هام اول ما طلع من عندها الريش عبالك اورنج قوي الفاون ما يطلح ترنا المهم شباب هاي النتيه شوفوها صلاوات على محمد وعلى محمد الطائرة كلش حلوة حجمها حتى لو مو كلش قوي حجمها بيهدم مال امه ابوه اثنين واتم اقوياء وهذولي البنجولي اللي ظلوا الاربع بسم الله ما شاء الله ولو متوسخين بس صار يومين جبارة ما اقدر اه اغسليهم وانظفهم بس صحتهم كلش حلو يا شباب اجلخ الموضوع يا اخي هذي تمزق تمام تمام بسم الله باع ابني اقير هاي ما في الوالي ابني اقير هيش موصقته يلا شوف تفون المغرد ماله شون نظيف يعني استيلاك يشتغل شغل مرتبه وهي هاي منشارة صغيرة بعد كبرناها منشارة اصغر من هذول بعد كلش شوف اهدر فحل جاي دقناع من الزرقه شوف صدره صاير اصفر يمكن يطلع لهبوغ اصفر هالد قولينات باعوله اه النثية هاي جاي متوالفات مادرا خلدي مادرا خلدي عوبيعه هاي النثية المناه وداك الفحل ما هو ضحيه جاي بهذا يجي 3 بعد اما سابقه صدره كل ها اصفر امت طلع لهبوغوغغوغوغوغ charge طبعا كان الاسود حلو حتى الاسود هم صار معجرج هس عدي بس هذا التكل يعني الصحته حلوة من بين الطير والطير قوي وحتى اسمين يعني موت الهن شوفوا الباقيات لا والله معجرجات بقو عليه قاضي قاضي شي سوي لهم ما قصرت ياهم أبد أبدا ما قصرت ياهم يلا خنرجفهم هدول ولا زقهم كلش ما زقهم عرب يومهم قفلوا علي إلا أنا أتعب بهم ولكن لو زقينهم حتى جوز أحسن من أنجزقهم هاي يصير صحتهم حلوة يلا الله كريم هذا ياهو صاركم هاي ما شايفينه هذا انتاجنا يا أولد غبيع لا تذكرون الفحل الكناري طبعا هذا الفحل ما غرد اخوان غرد تغريد ناصي وسمعتوا التمكيركم لو ما جاني غرد بصورتكم اياه جاني واحد عرف أستحم مني يعني كوناس صرون عزيزين عليك حتى لو هاي فقال لي أريد تفحل كناري قلت لي إليك وبعت وما قلت لكم بعتلي أنا أكيد راتحشون عليه أنا متأكد منكم راتحشون عليه فبعت وقلت لكم مات ومهم لاختنته وظلت ما أصور وما جيبه بطاري مشيت الأمور شهر تقريبا ولانا يقل ليكويا الفحل ما يغرد شاقيت لكويا ما يغرد الفحل عوزه تغريد يجبنا بس وقت بعدها صغير شاب يعني قال الفحل يرجع قلت لي يرجع يرجع الصور شهر كامل ورجعت الفحل ورجع ليه مكسوس حس الفحل سحبت ريشاته كلين ومنتظر يطلع الريش ماله وما أعرف أخذها جوة أسمعها حتى يتخرج والله ما أعرف فانتظركم بالنسبة للكناري النظام ماله أنه لازم تخرج ما يغرد بأحده غرد بأحده عده بس ناصي فتخريج ضروري ضروري تخريج وراح انتظر رأيكم تحياتي للولد وتحياتي الشكو واحد يسوي مثله انه يعلس العالم لو تشتري لو ما تشتري وانا واضح قلت لأخويا الفحل ما يغرد ما بيع لك يا سر التغريج يغرد عندك جوز بعد أربع شهور ايش اللي اظل السمع بي يحمد الله ما شكو وش يسوي بعد اياهاي العالم تخليك بحراج انت شونك شخبارك ما شو عليها القادة لا تقوم لا شي شي شنو رجيك لازقي لا لازم ما دين شي خضراتك خضراتك اسفين هاي القطعة منجة بالنسبة لي ما تعرفون ما عزت هذا المكان على قلبي يا ربي ديم علي ويرزقكم الأفضل من عنده ايوالله راحت النفسية من العالم كله هنا ايش قد التمجوز شوفونا صغير وما تتمول بس يا ولد هذا المكان ما ما قدر احصلكم ما عزت شنو بالنسبة لي وجماليته بعيني ايش قد حلو فياربي بارك بي ويرزقكم الأحسن من عنده يا وليد ويروفقكم ويرزقكم اللي تدعون لي بيه ايوالله اللهم ارزق كل شخص ايش ما يتمنى علي ترزقه يا رب العالمين وهاي نهاية الحلقة شوفكم حلقات جديدة في امان الله حباي ابنه